المهنة معالجة بالموسيقى اسمي بايا بركوس المهنة معالجة بالموسيقى يعني نوفر الوسائل والتقنيات الموسيقية للناس اللي محتاجة لهدف التعبير أو الاسترخاء أو تخفيف الألم دراستي وشغلي بدأ في باريس وباريس كما تعرفوا عاصمة كبيرة وفيها ناس من مختلف أنحاء العالم ومن مختلف الطواقف والأديان وأني نتعامل مع ناس من مختلف الطواقف والأديان خليني نكتشف اللي الموسيقى حاضرة في جميع الأديان السماوية وغير السماوية وخليني نفكر في حاجة الإنسان إلى الصوت والغناء للدعاء في الفيديو هذا حضرت لكم بعض الأمثلة اللي تبرس حضور الموسيقى في مختلف الديانات في الديانة اليهودية النداء للصلاة يكون في النفخ في بوق اللي هو على شكل قرن والبوق هذا يعتبر إلى موسيقية أما في الديانة المسيحية فالنداء للصلاة يتم عبر النقوس اللي هو مصنوع من سبعة معادل مختلفة في الديانات الغير السماوية مثل البوذية النداء للصلاة يكون عبر البول تيبتان اللي هو مصنوع من سبعة معادل مختلفة أما في الإسلام فالنداء للصلاة يتم عبر الصوت وكانت تفكروا في فيديو سابق أحكيت لكم اللي الصوت يعتبر أول آلة موسيقية متكون من الرئتين اللي هما الهواء من الحبال الصوتية اللي هما الأوتار ومن الفم اللي هو الكاس دي غزنانس الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وهذه هي شخصيا يخليني نفكر في اختيار الإسلام للصوت الإنساني كآلة موسيقية للنداء للصلاة في مختلف الأديان المذكورة الأدعية وإلا قراءة الكتب السماوية تكون عبر الغناء موسيقى شكرا للمشاهدة 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 هي فرصة لإنسان يتأمل في الكون وفي طاقاته وفي أن يعمل يعطيهنا ربي الموسيقى غذاء للروح والدين شفاء للروح كل عام وأنتم بخير موسيقى